حرب وفساد وسريقة للمال العام وهبوط لأسعار النفط أسباب تجمعت لتضرب الاقتصاد العراقي في مقتل فقد كلفت الحرب التي شنتها القوات الحكومية وميليشيتها لاستعالة المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة ميزانية العراق أموالا باهظة وتسببت بخسارة المليارات الدمار الهائل الذي أصاب البنى التحتية للمحافظات جراء الحرب التي خاضتها القوات الحكومية بقيادة التحالف الدولي يقابله انعدام التخصيصات المالية لعالة الاعمار حيث أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي حارث شنشل الحارثي أن صندوق الاعمار يشكو قلة الأموال المقترضة والممنوحة له اليوم ما عان منه العراق نتيجة الحرب مع دائش كلفتنا مليارات المليارات وصندوق الاعمار العراقي لحد الآن يشكو من قلة الأموال المقرضة أو الممنوحة له الحارثي قال إن الحكومة وضعت خطة تتطلب مبالغ طائلة لعالة بناء البنى التحتية والمدن المدمرة تمتد لمدة عشر سنوات غير أن الواقع فند هذه التصريحات إذ أنه لم تقم الحكومة حتى الآن بأي عمل يؤكد جديتها في الاعمار وضعت خطة على مدى عشر سنوات من 2018 خمس سنوات المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية خمس سنوات أخرى يعني من 2018 إلى 2028 إن كنا عايشين على الأرض وهذه تتطلب أموال كبيرة جدا صندوق إعمار المناطق المنكوبة يعاني من مشكلة التلكوي وعدم اتخاذ القرارات الصائبة في وقت يعد فيه هذا الملف خطيرا ومهما بالنسبة لتلك المحافظات المنكوبة ومن يسكنها من العائلات التي اضطرت العودة إليها هربا من قسوة مخيمات النزوح ففي الوقت الذي يعيش فيه أهالي المناطق المستعادة ظروفا قاسية تزداد صعوبتها يوما بعد يوم في ظل الدمار الذي لحق بمدنهم لم يزر من الحكومة سوى تصريحات بالإعمار لا تسمنوا ولا تغري من جوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر